أهلا بيكو عارفين فيه مثل مصري كده ولا جملا للعيل المش عارف ايه بيجيب لأهل الشتيمة حاجة كده كانت بتتقال يعني بس مش عارف فانت فعتقال على هو او لا ففيه واحد شخص ما من انا بسميهم دايما التفايليات اللي نبتت على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة الشاب ده او الولد ده واضح كده انه اتصرف عليه كويس يعني واضح انه هو مع جيل تاني من منتدى شباب العالم ومنتدى شباب مصر ومستقبل وطن العالي اللي هي الجمال دول واضح كده بقالهم سبع سنين خمس سنين شوية سنين كده عباس كامل وحمد شعبان قاله البعض وعبا فتح سيسي قالهم واضح ان فكرة الزراع الاعلامي اللي قاعد سنة ونص انشغالهم خلاص يعني اتحرقوا كلهم وبقوا وحشين قوي لا احمد موسى بينفع ولا نشأت بينفع ولا اي حاجة وبعدين لما بدأ يطلع يعني ناس بتتكلم بطريقة مختلفة وزي ما قلنا بنتكلم العقل ومش العقل فكانت الطريقة او القرار انه لا يا جماعة يبدأوا صدروا بقى الايه الشباب الصغير بقى الشباب اللي زي الوردة ده الجيل الجديد لازم يطلع بقى عشان يعرف يجريهم عشان يعرف يتكلم ناس بتتكلم مش عارف ايه وبيعمل ايه وبيقولك لغة وارقام ومنطق فلازم نطلع لهم شباب زي دول المشكلة اللي حصلة انه يا ميلة بختك يا عباسة كامل يعني عارف انت بتصرف على واحد وبتشغله وبتتبعه وبعدين بتقوله يلا يا حبيبي اطلع بقى هو رميناك بقى كده في المياعوم فبدل ما يعوم مش بيغرق لوحده لا ده بيغرقك انت كمان معاه بغباء منقطع النظير يعني بغباء وسزاجة منقطعة النظير يعني مفيش كده الجيل الاديم جيل المطبلاطية والمعرضين الادام كان برضو متودكين يعني احنا كنا منتكلم على جيل كده ايام مبارك لا باشا ناس فهم الصنعة ناس عارفة يا بتعمل ايه عبدالله كمال وحمدي رزق وكان كمال الشازلي في البرلمان وناس تقيلة سيدي تختلف معاها بس تحترم الفن الخبرة بتاعتهم بس بصراحة الشغلانة لم تقاوى يا جماعة يعني عيب يعني كمال الشازلي في تربته دلوقتي بيتعذب عبدالله كمال دلوقتي بيتعذب الناس دي بتتعذب يا اخوان لما القصة توصل لتوفايليات بالشكل طب ما تيجوا نشوف ايه اللي حصل صحفي حسان بهجت لقيته النهاردة ناشر على حسابه الصورة اللي هتطلع قدام حضراتكو على الشاشة وكاتب عليها هاشتاج الجمهورية الجديدة الاخ اللي طالع اسمه فوق طبعا ده حسان بهجت اللي نشر الصورة لكن هو نقلها عن الشاب اللي لابس اصفر ده اللي اسمه لقاي لقاي تقريبا بيتكلم على حاجة معينة فدخل له مواطن مصري اسمه محمد حمدي قال له ممكن تفسير ليه محدش من الاعلاميين بقى بيتكلم على غلاء الاسعار يا اعلام مستقل وموضوعي طبعا التعليق لا يخلو من انتقاد نبص بقى يا جماعة على كريزة كريزة الجيل الجديد من المطبلاتية ده بقى وش القفص اللي عباس كامل والسيسي مصدره لنا تخيل معايا بس اللي هتقرأ ده وش القفص يا اخواننا ده للمفروض لو السيسي مكمل شوية فانتو هتتعاملوا مع ده يعني دي كده كريزة العقلية اللي مصدر انهالكو بيقولك ايه بقى بص بقى الجمال عشان رئيس الجمهورية شايف ان الكلام عن الامور دي بكثافة في الاعلام مصح طيب جميل ها لازم يطبل فقال له ايه وهو عنده حق طيب يا سيدي كتر خيرك خلاص متشكرين هب 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 امسك نفسك يا لو ايه واسحب ايدك من على الكيبورد يا بيه هب تتقالش ايدك طبعا بس ايدك من على الكيبورد يا بيه خلاص بقى كفاية لا ماستحملش له ايه اما عامل ايه بص السطرين الاخارة دول جمدين اوي قال له بشكل عام كلام الرئيس لازم يتنفذ عشان ده رئيس الجمهورية ودي دولة مش طبونة سقفوله يا جماعة كل الناس وبعدين تحت طبعا بقى ايه حس انه عمل كده ايه تلات مسافات لحد ما نزل تحت وقال يا نهاري سود انا ايه اللي انا عملته ده طب ما لماها فجي لماها قال له فجئتك طبعا بالاجابة يلا معلش فهنا طبعا عباس كامل صدر منه يعني تعليق خارج واحمد شعبان انا متأكد انه كلمه قال له الله يخرب بيتك يا لقى ايه اللي انت عملته وعباس وعب فتاح السيسي يكلمهم مع محمود وقال لهم يا جماعة مين ده طب يعني مش خسارة الفلوس انا متأكد ان الحوار ده حصل والله متأكد ان الحوار ده حصل لان مش ممكن يا جماعة ده مستوى من الضحالة والسداجة وانه بيلبس اللي مشغله بشكل مش طبيعي يا ابني شغل مخك شوية انت لسه صغير يعني انت طلعت عبل كده وقلت فرق السن مش عادي اوكي انت تلاتين سنة تسعة وعشرين سنة ايا كان يعني ما ودهما انت مش عادي صغير يعني انت مش لسه في ابتدائي يعني بابا وماما بيقولولك تعمل ايه انت عندك عقل راجل المفروض فاهم يعني ومتصدر ان انت راجل اعلامي وكبير يعني فيا حبيبي لو انت بتطبل طبل لو انت بتعرض لهم عرض بس شغل مخك شغل مخك هم نزلوك تعوم مش عشان تغرق وتغرقهم لو انت هتغرق يقولك في ستين ده يا ما ياما ناس زيك غيره ومش مشكلة منديل كلينكس واستخدمناه هنرميه عادي يعني بالنسبة لك انت بالنسبة لهم منديل كلينكس عادي هيستخدموك زي ما استخدموه غيرك زي ما استخدموه توفيقه كاشا واستخدموه غيرك وخلاص خلصوه وعملو قدوه وغرضهم وانت عارف الكليينكس بتعمل بايه ورموه لكن اللي انت بتعمله ده مش معقول انت بتغرقه مهمة يعني طلعونا الصورة تاني اخوانا طلعونا الصورة تاني بس عشان نقول للناس ايه اللي بتعمل بيقولك بشكل عام كلام الرئيس لازم يتنفذ عشان ده رئيس الجمهورية ودي دولة مش طبونة بص يا لقاي بص يا حبيبي في اي بلد في الدنيا مفيش حاجة اسمها بشكل عام كلام رئيس الجمهورية لازم يتنفذ ده مش موجود في اي دولة في الدنيا لو انت متخيل ان ده نظام حكم وان ده حاجة طبيعية فمعلش يا لقاي انا جاي لك من المستقبل حبيبي وبقولك انا عايش في بلد فيها ديمقراطية وفيها رئيس حكومة بيتمسح بكرامة اهلو الارض وبيتمسح بكرامة قراراتو الارض وبيمشي لما بيبقى فاشل ليه لان في برلمان محترم وفي اعلام مستقل وما عندهمش ناس زيك في فرنسا نفس القصة في امريكا نفس القصة في المانيا نفس القصة رئيس الدولة هو موظف يا حبيبي رئيس الدولة مش اله لو انك تعبد عبدالفتاح السيسي فدي حاجة خاصة بيك روح مع نفسك انت مع عباس كامل يقبضوك وتعبد وتقدس بتعمل اللي انت عايزه بس ما طلعش تنظر عن ناس على انك بتفهم لان ده مش الواقع وانا هنا والله بتكلم بجد بقى بعيدا عن السخرية الكلام اللي قاله للاخ لو اي ده يا جماعة الخير مابشي حاسمها كده الطريقة بتاعتن رئيس الجمهورية هو اللي عارف وهو اللي فاهم واصلي دولة مش طبونة لا هي دي الطبونة بالزبط الطبونة ان الدولة بتدور في فلق رئيس الجمهورية الاله الذي لا يريكم الا ما يرى ده مش موجود يا له اي غير في يعني اماكن معينة في انظمة ديكتاتورية سلطوية مش عارس تكلمك بقى بالبلدين ومش عارف هي عشان تاخد الحتة لي وتقول لي اصله الايات واصله بيشبيه بفرعون لكن هو ما اريكم الا ما ارى هو ده تلخيص الكلمة اللي انت بتقولها انه هو الرئيس بشكل عام عارف واللي قوله يتنفذ لاين دي دولة مش طبونة لا الرئيس يحاسب الرئيس يستجوب الرئيس بيهاجم بينتقد الناس تتكلم عنه الناس تقول انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه فين اقرار ذمتك المالية فين الكلام ده كل فدي الدول المحترمة انما الطبونة هي اللي فيها واحد زيك متصدر المشهد هي دي الطبونة بالزبط